انا عارف ان الناس كلها بتتكلم عن الزلزال وحكلمكم عن الزلزال وعن اللي حصل في الزلزال وعن اللي احنا خايفين من توابع وهزات الزلزال بس انا حبدأ معاكم بالكلام عن زلزال مختلف زلزال اخر مش حصل ممكن يحصل زلزال مهم مش حصل ممكن يحصل ولما اقول لكم الخبر اللي انا حقوله دلوقتي هتعرفوا ايه هو الزلزال اللي ممكن يحصل بكرة الخبر بيقول وده عاجل منذ قليل ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الكيان الكبير المسؤول عن المشهد الاعلامي وضبط المشهد الاعلامي كله وتطبيق القانون المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام سيعقد اجتماع غدا لبحث التجاوزات الحاصلة في مجال الاعلام الرياضي وفي القنوات الرياضية وسيتخذ قرارات حاسمة من اجل ضبط المشهد الرياضي تاني المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام سيجتمع غدا الثلاثاء لبحث التجاوزات السافرة والصارخة في مجال الاعلام الرياضي والتي تحدث على القنوات الرياضية وسيتخذ قرارات حاسمة من اجل ضبط المشهد الرياضي ومعاقبة المخالفين وارساء مبدأ الاستقرار والعمل بالقانون والاكواد والمعايير في الاعلام بصفة عامة والاعلام الرياضي بصفة خاصة اخيرا ننتظر العد اخيرا ننتظر القصاص اخيرا ننتظر القانون اهلا بكم في دولة القانون اهلا بكم في دولة الاخلاق اهلا بكم في مبدأ تطبيق الثواب والعقاب اهلا بكم في دولة الاعلام المبني على الاخلاق والمعايير مش على الانفلات والتجاوز والتطاول اهلا بكم للقرارات التي تعيد للمظلوم حقه وتجبر الظالم على ان يصغر خده على الارض كل الناس استبشرت خيرا بعد ما سمعت هذا الكلام اللي صدر منذ فترة بسيطة هذا اليوم عن اجتماع المجلس الاعلى تنظيم الاعلام غدا باذن الله ليضع النقاط فوق الحروف وليقر الحقوق وبالمناسبة المجلس الاعلى تنظيم الاعلام هو الكيان اللي كلنا بنأمل فيه طول الوقت انه يكون مسؤول عن ضبط المشهد الاعلامي حالة الانفلات والفوضى اللي كانت موجودة بعد 2011 في كل شيء بما في ذلك المشهد الاعلامي كانت حتجيب البلد دي الارض ثورة 30 يونيو انقذت الوطن ثم بعد ذلك انشاء كيان مهم زي المجلس على تنظيم الاعلام بيضعه لقانون وصلاحيات وسلطات ومعايير اخلاقية واعلامية ضبطت كتير ضبطت كتير من الفوضى في المشهد ثم اتى شخص اتى طيار واخترك حالة الاستقرار دي وعاد بنا الى حالة الفوضى قان الاوان ان المشهد ينضبط مرة تانية واذا عدتم عدنا